السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم حلوة تحضر في دقائق تاخدش بالذفة الوقت تحضر بثلاث مكونات منها ان شاء الله تعجبكم وتفضلوا معي باشتفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله لتحضير هذا الوصفة نحتاجه 300 كرام ديال زبدة الفول السوداني يعني كوكا ومحمص في الفرن ملعقتين كبيرتين من السكر الاسمر ملعقتين كبيرتين من الفول السوداني او اللوز المهروش حبتين بيت بالنسبة لهذا الوصفة الاهم فيها وثلاث مكونات يعني اما الفول السوداني محمر او اللوز محمر وبيضتين والسكر كيبقى على حسب الضوغ بالنسبة الوصفة الاصلية نلقي اخذتها من الموقع ديال هما الوصفة ديالهم فيها بيضة وصفة خمسين جرام ديال السكر وفيها مية وخمسين جرام ديال زبدة الفول السوداني نخلي لكم المقادر يعني الاصلية او من بعد انتوما يعني كتا يعني كتا تقروا كيفاش اتحضره ومش تديروا بسرد السكر ولا تنقصوا من السكر سافي قدنا نخلط هاد المكونات كلها وخاغي ملعقتين ديال السكر الاصمر جات حلوة احنا مولفناش السكر مزاف تكشي باش ولفنا ان السكر يكون ناقص الا بغيتو تقدروا الطيفوغي قبيصة ديال الملح باش كتترفعو لها من المدق ديالها ننقاو نحركو باستمرار حتى كتولي على هاتشكل يعني كل ما حركناها كل ما كتنشف هكدا لكن عندكم البيض وما كفاكمش كمية ديال الزبدة ديال الفول السوداني اللي ضفتو قدرو تزيدو من الكمية ديال زبدة الفول السوداني سافي كننغطسو ادينا بشوية ديال الزيت الى ما بغاشت الى بقت كتلصق وإلا رهية كتطلق اطلق الزيت ديالها سافي كنشكلو كويرات وفي هاد الاثناء كنكونو سخن الفرن درجة ديال الحرارة ديالو تكون مية وتمانين حتى من اللي غنكملو الكويرات كاملين كيف ما شاهدو معايا غناخد فورشات كنضغط على الحلوة هكدا ولا لسقات لي الفورشات كندهنها بقليل من الزيت يعني زيت الزيتون او كنناخدو زيت ديال الكوكو اللي هو الفول السوداني سافي وغضرنا غضرنا نزينوها بهاد الطريقة هادي ولا تزينوها باي باي طريقة اخرى اللي بغيتو يعني حليوة كتوجد بسرعة بما وجدنا الشاي تكون حلوة وجدات تمنى ان شاء الله تجربوها وتردو علي الخبار من بعد غضرنا الرشها بقليل هادي كتبقى غي اضافة كذلك غي باش كننزيدو لها واحد القرمشات شاش انا زيت هدك زيت هدك شوية دياللوس بي هو ما موجودش في الوصفة اي انا اللي اضفته يعني ممكن الاستغناء عنه اكتافيت بالفول السوداني واللوس باش باش نحفظ على المدق ديال الفول السوداني اذا اضفت شي حاجة اخرى غدي مشي لي لقو ديال الفول السوداني اللي هو الكوكو صافي ها هي دبا وجدات يعني اخذت عشرة ديالتقائق طيق في الطهي ديالها كتجي معلكة وهشيشان تمنى ان شاء الله تجربوها وسهلا ما كتاخدش بزاف ديالوقت تمنى ان شاء الله الوصفة دياليوم تكون الاعجاب ديالكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة